طيب وحنا لسه في مجال اتحاد الكورة عندي ملف تاني مهم جدا وهو ملف التحكيم احنا خلاص بقى مقبلين على مباراة محلية ومحتاجين نركز قوي في الفترة اللي جاية في الدوري واولى المباراة للنادي الاهلة هتكون يوم الجمعة اللي جاية مع فارقه بس طبعا لسه مش عارفين من طاقم التحكيم وبنتمنى التوفيق لأسرة التحكيم بشكل عام وبنتمنى التوفيق لللجنة انها تبدأ بقى تركز وتسيبها بقى من الويك اند اللي كتعايش فيه الفترة الاخيرة وتاخد بالها بقى من اللي جاي لان اللي حصل الفترة اللي فاتت بصراحة انا كنت بقى تابعه كده من بعيد وما قلتش عايز اتكلم عليه وساكت وبتفرج عشان محدش يقول احنا بنصطد على الوحدة او وقفلكوا على الوحدة انا كنت بتفرج من بعيد اهو بس احنا دلوقتي راجعين للدوري من الجمعة ومبارح كده والنهاردة حصلت لقطة ما ينفعش بقى اسكت عليها لا لازم بقى نتكلم ليه هنتكلم اصلي لما يبقى عندك مباراة في دورة كده بص احكي القصة من اولها يعني في دورة بتتلعب دلوقتي ما بين اندية صعدت من القسم التالت مع نادي حرس الحدود من القسم التاني يعني في الحرس في الترسنة في سبورتينج في منتخب السويس بيلعبوا مباريات كل اسبوع كده دورة لتحديد بطل هذه الدورة البطل ده اللي هيتأهل للدوري الممتاز السنة اللي جاية بإذن الله اندية كلها كبيرة واندية عريقة ولها بقى طويل جدا ويمكن انا كان لها الشرف ان احضر احدى هذه المباريات والجمعة اللي فاتت كنت موجود في نادي الترسنة بشاهد وبتفرج على مطش الترسنة مع سبورتينج طيب لو برضو قبل ما نخش في مجال التحكيم لو ههديكوا كده تفاصيل عن البطولة دي او الدورة اللي بتتلاقي بدلوقتي مثلا حرس الحدود دلوقتي حاليا في الصدارة بسبع نقاط الترسنة في المركز التاني باربع نقاط سبورتينج في المركز التالت باربع نقاط السويس في المركز الرابع بنقاط كل فريق من الفرق اللي اربعة لعب لغاية دلوقتي تلت مباريات على الشاشة هو ده ترتيب الدورة والمجموعة اللي بتتلاقي بدلوقتي عشان يتحدد منها بطل يتأهل ليه الدوري الممتاز اوكي الحرس في الصدارة سبعة الترسنة وسبورتينج اربعة والسويس نقاط فيه مطشاط النهاردة بتتلاعب في الجولة الرابعة في الجولة الرابعة من اصل ست مباريات هتتلاعب والسويس والحرس ايضا بيلعب دول المباريات بدأت الساعة خمسة طبعا الجو حر جدا ما علينا مش هنخش في قصة الاجواء وبتاعهم خلاص حددوا المطشاط كلها الساعة خمسة ولو ان الجو قاتل بصراحة يعني حتى الدورة مش عارفين يسوقوه حتى بشكل كويس طيب نروح بقى للجزء الاهم من حوالي اسبوعين احدى هذه المباريات لجمة الحكام بعتت حكمين في نفس المباراة بعتت الكابتن امين عمر والكابتن نادر امر الدولة بعتتهم لمباراة واحدة طبعا الانتين اتقابلوا في الملعب وتقابلوا في قط اللبس بتاعت التحكيم فكت مفاجأة بالنسبة لهم هو من اللي عنده المطش يا كابتن امين انت عندك المطش قال له اقال لجنة بلغتني يا كابتن نادر انت اللي عندك المطش قال له اقال لجنة بلغتني ايتاري وقتها الكابتن محمد فاروق بلغ نادر ونسي يتصل بيه ويكانسل انه خلاص بريرا بلغ امين عمر بعد المشكلة دي واللي اللجنة لم تعتذر عنها والتحاد الكورة وقف بيتفرج زينا زيكم ودي برضو حاجة يعني غريبة جدا انا مش عارف الاتحاد برضو بيشتغل ازاي بصراحة في الملفات اللي زي دي قلنا خلاص بقى الناس هتركز وبريرا قال لك ايه محدش يدخل في التعينات انا اللي عين قلنا ماشي يا عم عن ارفع لك القبعة عين انت بنفسك ولما نشوف تعيناتك لقينا اتحاد الكورة مبارح على صفحته بيعلن ان مباراة سبورتنج والترسنة اللي تتلاعب دلوقتي هيدرها الكابتن محمد معروف انا شكت في نفسي اهو دي مباراة لا دي مباراة الجمعة اللي فاتت دي اللي انا حضرتها على فكرة في ملعب الترسنة كان الترسنة وسبورتنج قدرها برضو محمد معروف تعالوا بقى للتعينات اللي بعدها اهي على فكرة هو نفس التعينات بس اتغير التاريخ اللي اربع النهاردة اتناشر ستة برضو محمد معروف طب لما حسوا ان هم غلطوا بس انا اقولكوا دلوقتي غلطوا ليه بص بقى التعينات اللي بعدها شاء له محمد معروف وحطه محمد يوسف يا مستر بريرا انا لازم اتكلم بقى منت داخل على مطشاط الاهل الفترة اللي جاية ركز بقى سيبك من اللابتوب بشوية وركز بقى بتعينات الحكام يعني سيبك بقى من التفاصيل اللي انتو بتعملوها في الفترة الاخيرة والاجهزة اللي بتشتغلوا عليها وركزوا بقى في تعينات الحكام هي الفكرة ان مش محمد معروف اعتذر او فيه حاجة فتشاله وتحط محمد يوسف ده وارد في اي حتة ولكن محمد معروف الرجل في جنوب افريقيا يعني اللجنة مش عارفة ان عندها حكم دولي بيدير مباراة في تصفيات كاس العالم دي تبقى كارثة يعني دي تبقى كارثة لو اللجنة ما عندهاش فكرة ان عندها حكم في جنوب افريقيا بيدير مباراة في تصفيات كاس العالم ما بين جنوب افريقيا وزمبابوي انا شكت في نال انا مبارح يمكن بعد ترساله للكابتال معروف بتطمن عليه وعمل مباراة كبيرة وبتطمن عليه وصل للقاهرة امتى ان شاء الله بنتطمن على حكمنا ان عندنا تلات حكام عملوا مباراة على اعلى مستوى امينو عمر ومحمد معروف وكمان محمد عادل عادل امبارح كان عنده مباراة ديربي ما بين الكاميرون وأنجولا ومطش دار بنار ما بين الفرقتين يعني الحكام المصريين 3 حكام بيديروا تصفيات كاس عالم ما فيش دولة في أفريقيا عندها 3 حكام فمصر عندها 3 حكام مباراة قوى جدا جنوب إفريقيا وزنبابوي مالي وغانا أنجولا والكاميرون ده مطشات كاس أمم مش تصفيات ده مطشات تقيلة مش بقول مثلا تونس ونابيبيا أو السودان وجنوب السودان لا مطشات تقيلة فعندنا حكام نرفع لهم القباء عملوا تصفيات على أعلى مستوى وعادروا مباراة على أعلى مستوى فبنتطمن عليهم بانتباحهم دورنا الإعلام فمعروف لسه في بريتوريا بعد ما كان بيدير المباراة في بلوفونتين ولسه هيوصل بقرى الصبح بقرى الفجر فإزاي ياخد ماتش زي ده فطبعا اللجنة تدركت الموقف على طول فشالة معروف وحطت الكابتن محمد يوسف طب يا جماعة يعني انتوا بعدتوا حكمين في ملعب واحد واللجنة أخطأت ويمكن بعدها حتى اللجنة قالت لك احنا مبلغناش نادر طب حولت نادر أمر الدولة للتحييق لا ما حولوش للتحييق بقى تاني يون كان نادر في معسكر السويس ده أكبر دليل إن اللجنة اللي غلطت مش الحكام اللي غلطه طب دلوقتي انتحادت محمد معروف شلت محمد معروف علشان راجل موجود في جنوب إفريقيا ايه يا جماعة انتم مش مركزين ليه ايه الضغوط اللي عليكم عشان تخليكم مش قادرين تركزوا تعيينوا حكام في دورة بتأهل الممتاز أما لا هتعملوا في الممتاز اللي جاي ده انت دخل على معماية بطش أهل وزمالك وأهل وبيراميدز والأهل طالب حكام أجانب وفيلم كبير هتركز وتشتغل ولا بدري بدري كده بقى نشوف اتحاد الكرة هيتعامل ازاي مع ملف التحكيم الفترة اللي جاية الفترة الأخيرة لو تاخدوا بالكوا بقالي أكتر من شهر ما بقربش من ملف التحكيم بتفرج من بعيد بس على مدار الشهر ده حصلت كوارس آخرهم كرسة النهاردة هو حكم بيحكم في جنوب إفريقيا اتحط في مطش النهاردة في الممتاز به ازاي ما تعرفش مين المسؤول عن ده ما تعرفش فين اتحاد الكرة ما تعرفش الناس عاملة نفسها مش شايفة حاجة ومش وغدة بالها من حاجة مطش الأهل وفارقوا عايزين بقى حكام دوليين مش عايزين بقى الحكام اللي كان بيتم التجارب واختياراتهم كده عشان نشوفهم عشان نقول في آخر السنة احنا طلقنا عشرين حكم صاعد مش على حساب النادي الأهلي فانت المطشاط اللي جاي عايزين حكام دوليين الأهلي طلب حكام أجانب وهيطلب حكام أجانب في بعض المباريات بيريرا مالوش الحق انه يقول آه أو لأ فيه ليحة والاتحاد هينفزها فاللجنة تشتغل اللجنة تركز الفترة اللي جاية العين هتبقى في وسط الراس للتركيز معاكم لأن احنا شايفين أخطاء لتصدر من ناس بتشتغل في كي جي وانا تحكيم مش ناس المفروض كان حكام دوليين سابقين وناس في اللجنة بقى لهم سنين والأعضاء المصرين اللي في اللجنة أنا باعتبرهم جزء من الموضوع مش بيريرا لوحده الراجل لو مش واخد باله أعضاء اللجنة فين ده معنى كده حتى أن اللجنة مش بتجتمع وها بتحط التعينات يعني الراجل ممكن يكون قاعد بقى مسك اللابتوب كده بيتفرج أو بيعمل حاجة ومش واخد باله ومش مركز حتى حكم مكان حكم يلا يا باشا بقى روح المطش تلاقي حكمين موجودين ممكن تروح المطش ما تلاقيش حكم أصلا جي وتلاقي القصة زي ما انت شايف ايه اللي انتوا شايفينه دلوقتي على الشاشة فما ينفعش مش عايز أخش بقى في تفاصيل معسكر السويس وإن عندنا حكام كانوا بيديروا تصفات كسعالم وبريرا بيقول لهم اعملوا تلاتين ثانية اعلونوا فيه اعتزالكم يعني ده كلام يعني ما تزعلوش مني اللي بيحصل في مجال التحكيم دلوقتي ده ما ينفعش ما ينفعش يا اما ييجي بقى ناس خبراء أجانب بجد ليه علاقة بالتحكيم بجد تدير المسألة دي يا اما شوفوا حل الموضوع ده حد يقعد مع بيريرا حد يشوف القصة دي احنا مش هنسمح بغلطة في الدوري المطشاط اللي جاية مش مطشاط دوري ده مطشاط كؤوس حكام راحين تصفات كس عالم تطلب منهم بيان اعتزال دولي ايه الكلام ده في نص الموسم ده احنا انتقضنا يعني ابراهيم نور الدين لما جي في بداية الموسم قالك انا معتزل والديتو ما تش قاله زمالك تيجي انت تطلب من حكام دوليين راحين تصفات كس عالم اعلام بيان اعتزال وحنا لسه في نص الموسم طب هو لو مش وسمع كلامك ببيان الاعتزال ده انا هقبل ازان ده يجي حكيم المطشاط في الدوري مهمة وخلاص الرجل اعتزل اللي بيعتزل ده خلاص مش بسس بقى للشغلانة ولا للتحكيم فحتى ادارة الملفات جوة لجنة الحكام بتصير الدهشة والتعجب ونحط مليون علامة استفهام فرسالة اخيرة للجنة وليفيتور بيريرا ولأعضاء اللجنة وللسادة اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة ارجوكم بقى ركزوا في الملف ده كفاية كم الاخطاء اللي احنا بنشوفها الفترة الاخيرة حكم انه راحين ماتش واحد حكم بيتحط في ماتش النهاردة في سبورتينج هو اصلا في جنوب افريقيا الحاجات دي كفيلة مش بتغيير لجنة ده كفيلة بتغيير التحاد بالكامل فالملف ده النهاردة هنبدأ نتكلم عليه واللي جاي لو هيحصل غلط مش هنسكت عنه المطشاط اللي جاي عايز حكامها لأعلى مستوى حكام دولينها لأعلى مستوى حكام اجانب الاهلي يطلبهم يكونوا موجودين في بعض المبارات اللي هيطلبها النادي الاهلي في الفترة اللي جاية مش عايز اتكلم تاني عن معسخر السويس لان في حاجات فنية حصلت فيه ربنا يسطر في ماتشاط الدور اللي جاية لان المفاهيم والقوانين بتتشرح غلط للأسف فاصل ثم نواصل نواصل